واتحدثت بينهم فتن وحروب سياسية وتحدى اي عاطل وما بدول غالطنا من العلمة اللي سيعتد بقولهم اخواننا كلهم يدول عليه انه بالنهاية وانسختوا بتكلموا لأخي ما رأيت انهم هاي خلاف لأسر لانه انا اخون في النهاية لو في واحد من اخواننا الدكاترة كلهم الكلام ده بيرعي انه مخالف للشريعة اقان ده قعدوا معي ونطهوني قبل الشماشي ده يتكلم. يا اخ ما تلعبوا بالدين يا اخ يا خليكم واضحين يا اخ ما ممكن محمد مصطفى جماعة في لغاء وفي برنامج زي البده يقول لهم كلام واضح في شبهات حول انصار السنة كلام نقل له ايه ودى النار ده وثقة عندي رجل لا نحسب والله وحسب قال انا لو كلامي ده باطل في الصحابة لو كلامي ده باطل زول يقول الصحابة اقتتلوا في السلطة وقد يكون في حظ من الدنيا ويقع في محاوية رضي الله عنه وهكذا قال انا لو كلامي ده باطل ما اقول الدكاترة ده الكل لون ما يرد عليه ولينا اصحوني اسي ده خزلان لياتو في هنا ايما كذب الراحة ده خزلان لياتو لمحمد مصطفى ولا للدكاترة ما ابتتقوا اللايتو بابتخافوا من الله يا هواري ويا عدسي ودى حتى العدس اللي قال نحنا منوافقوا بيغادي بدأ يصلح طوالي زي زو شغال بياض في العرش لانه بدقع كثير وقعت يصلح فيها ايجازفة بيجاه قال الممنوافقوا بعشواء قال لكن له تأويل يا هزول ما تبقى واضح نحن عندنا تأويل ولا ما عندنا عندنا عديل نحن ولا تأويل عديل الحق بحمد الله وبفضل الله ونحن لا نتكبر وما يعني نحن موصلنا درجة امام ولا عالم مساكين ما عندنا شيء ما نسو شيء ولي شيء لكن الذي نرجوه أن نبلغ دين الله وأن ينظر إلينا الله من فوق عرشه أن نقول كلمة الحق وأن نثبت عليها وأن لا نبدلها بالأغراب ولا بالدنيا ولا بالإلفة ولا بالصحبة ولا بكائنا من كان كائنا من كان يخليك مع الحق يا أخي أنت بتخاف من شنو زول دكتور ولا غير دكتور بتخاف من شنو زول يا أخي زي محمد مصطفى ترجف منه لاسي لاسي ما ترود عليه ويحذر من الإصلاح وأنا دار دار أقول لك كلام كلام ده كله الفات ده قول زحل براحة كده دار أقول لك كلام براحة كده أسمعه الناس ديل بيقولوا نحن بنقع في الجماعة كده براحة جماعة براحة كده محمد مصطفى تطلع ورقة حذر من الإصلاح ولا ما حذر طيب ما لك ما قبلت على الزول كده براحة مش حذر وفي فيديو واحد علي عطل منان ده في المنبر بهاجم المركز العام ولا ما بهاجموا هذا ردم النفرين في زول اتطرق للنفرين ده ولا دي لك عشان لحيتهم بيضوا واحد بحنينها واحد خلاس هاي ونحن لسه ما بيجد بيضح يعني تكون قاعد كده جاري البحث لما تبقى بيضاح ولا تقبل الحق ندارة عارفها جماعة في شنو الشيخ مقبل ده بدري ما تكلم في انصار السنة دير بدري لقاءات في لقاء ازئلة كندا تكلم فيهم والله الذي لا الى غيره قال الهدية فيه نزعة صوفية عديل كلمة وما تستغرب لانه قال انا بحب البراي تاني دار نزعة اكتر من كده كيف دا ديريكسون ما فيه بلالي وقع كذب يا غادي طوالي دا دار اكتر من كده نزعة كيف تاني دار يعني شنو اكتر من كده قال في في ازئلة الامارات ازئلة بتاعة الامارات والاجوبة قال الهدية ده قال زمان عندهم دعوة جماعة ديل بنغبطن عليها زمان محمد الحسن قال خدتوا المكربونات في الشارع ويتكلموا في التوحيد وكذا قال فلما جاء الهدية صاحب الدفتر قال عنده دفتر داك عمك داك قال عنده دفتر والله عنده ولا ما عنده يعني بتزعل نبقى لك ازئلة الصوفية نغاشنا مع الصوفية مات ولا ما مات بتزعل ما عنده دفتر عنده دفتر قال اللي بتكلم معاو يقول ليه ولا البنات ما ايه يجرن وهنا في الجامعات المختلطة وما يناقشنا الشيوعيين وكذا قال بس دفتر دا طوالي قال بيشتبك وبالتبقيت مارك هان احنا اشتبنا ما فينا واحد مسجل فيه كنت واحد مسجل مسجل يرفع اصبا فيه ما فيه اخي كلها والسايا كل 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 كلام فارغ يا جماعة يا اخي علماء اخي ردوا على الجماعة دي نحن ماذا نضيع زمننا كثير زمنك يا جماعة علماء بدري ردوا على الكلام ده شيخ ربيع قال انصار السنة دي تديرها السرورية والآن نائب رئيس الجماعة هذا دي سرورية ولا ما سرورية هذه الكلام واضح الحلمات والشيخ محمد ابن هادي لم يبقى منها الا الاسم جماعة دي والآن لم يبقى منها الا الاسم تراهو الاصي قولينا نحن ازن بزاه ماذا نمش محلات تقول لين اتو انصار سنة ماذا عارف ذات ترود ولا تزكت مرات والله الذي لا الى غيره انا ما اتابع الا انصار سنة ولا له دواعش ولا له غيره جماعة الناس ابقى مع الكتاب والسنة الناس تشوى البنجية من عذاب الله والله الله بيسعلك والله الله بيسعلك قاعد في جماعة حزبية قال الكلام ده شغل حزبجية بس الله بيسعلك يا زول كاذي اصحى براها كاذي اصحى بتفارقهم متين اتا يا زول اصحى قال الله في القرآن اذ انبعث اشقاها ديل كم اذ انبعث كم اشقاها ديل كم اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه قال شنو فعقروها خل عقارة كم واحد كنت تفكر في الايات فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها عقارة واحد لكن دي لك شاركوا اللي بيقول لا يشتغل والبيقول له كذا والبرد كلامه كلهم دمر عليهم ربك سبحانه وتعالى دمدم عليهم ولذلك يا جماعة موضوع خطير تقاعد لك في جماعة رؤوسه بيلعبه بالدين وباسم الدين وهاجموا في اهل الحق يهاجموا فيهم يا اخ وانا التربية السلفية اخ نازل ورون محمد حسين يعقوب ورون محمد حسان ودي المبتدع لا شك في بدعتهم ورون ديل ما ورون شيخ ربيع فترتنا معاهم دي تشت ما ورون شيخ ربيع وروق ليتا ورون احمد النجمي ورون العلمة ديل ورون حافظ حكم العلمة ديل ورون ليون محمد حسين يعقوب ثلاثة طلقات الليلة ستة طلقات في اعضانك تعرف الحق يا بتلعب يا اخ بالدين لعب يا اخ بالدين الاسلام يا جماعة الناس ديل ولا الليلة يناخش في مزالة الصحابة لا الليلة يناخش فيها لا الليلة دي فتن الكبار سكتوا منها الكبار زبيري من الحوام قال ما خدت معركة إلا عرفت موضع قدمي فيها إلا هذه لا أدري أهو خير أمشر إنت أعلم من الزبير معاوية رضي الله عنه قيل له في سير أعلام النبلاء أنت تقاتل عليا أنت أولى بالأمر منه قال لا والله ما أنا أحق بالأمر منه إلى آخر كلامه تاني نحن نصدق معاوية الله محمد مصطفى دي وين يبتغون في القلب يعني الله ذكر لك الظاهر وذكر لك شنو الباطن تاني بتتكلم فيهم دي يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الصدق قال ابن عثيمين مطابقة الخبر الواقع لما الصحابة دي يقولوا آمنا بالله ده خبر واقع آمنوا بالله عندك شكتا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم ولا يجدون وين في صدورهم اقتتلوا من أجل شنو من أجل السلطة من أجل دي دي ما وضع شنو النية من أجل يعني هذا غرضهم وقال ولا يجدون في صدورهم يخذ كلام باطل تتلوا في سلطة يا صحابة خلوا بيوت خلوا ديار خلوا أهل خلوا الدنيا وما فيها وجاءوا إلى الله سبحانه وتعالى ونحن ونفصل كثير في الموضوع ده الآن واضح إنها ولأن النصوص قالت كان والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم الزولة اللي بيؤثر ده جماعة ما حاجة غيره حاجة ذاته بيديها لي غيره صحابة قال لك حاجة بيديها لي غيره وهم محتاجين لها اقتلوا غير في حاجة ما حقتهم حقتهم قال لك بيديها لي غيره هم محتاجين ليه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم شكيف شرح السنة للبربهاري وتعليقات الشيخ الفوزان قال الآية دي ثلاثة أجسام قسم الأول المهاجرون قسم الثاني الأنصار قسم الثالث إلى قيام الساعة لو دارت خش فيهم مرحب بيك الحمد لله ولو دارت خش في غالي تمشي الفتحاب أمش أنا بينا ليك الحق بعد ذاك بي طريقتك بينا ليك الحق لكن بعد تمش شوف الندام البجيك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يشهد الله المستوي على العرش ما في قلب أحدنا فيما أعلم يعني عن نفسه وظن في إخواني غل على صحابيه واحد ما فيه أدي لحسن من أي زول من الأمة دي إلا النبي عليه الصلاة والسلام ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم تشيل غيل يا أخي تخلي أهل البدع ده الجد يا أخي واصل في هجومك له واصل في الحزبيين واصل في الجماعة دهلك شفوا تمشي تقع في الصحابة عديل كذي يا ناس والله الذي لا إلى غيره موضوع ده خطير والزول ده ابتدع بدعة يتحمل جريرتها في الدنيا وأسأل الله يجازيه بها قبل موته إن مات عليها يا أخي معقول يا أخي صحابة صحابة عديل يا أخي صحابة يموت يا جماعة العرش اهتز يموت هنا في الأرض سعدي بن أبي ابن معاذ اهتز صحابة يقرأ قرآن سيد بن حضير الملائكة تنزل نور لمن الفرس يجي دي الآن بقع فيون بقع فيون يا أخي صحابة عديل يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب في صيح مسلم وجاهل صلاة العشاء فوجد الصحابة جالسين قال أنتم جالسون قالوا نعم يا رسول الله قال من الذي أجلسكم قالوا الصلاة يا رسول الله قال الله أجلستكم الصلاة قالوا بلى يا رسول الله في صيح مسلم قال أنا أمين لأمتي قال النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتت السماء ما توعد وأنا أمين لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد أو كما قال صلى الله عليه وسلم إتقع فيهم إتقع فيهم إتقع ولذلك يا جماعة هذا موضوع خطير والله الذي لا إلى غيره وما يقبل الجدل قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وده حدنا يا جماعة وده اللي استدل بشيغ الفوزان على عدم الخوض فيما جرى بين الصحابة وأنه إلا أن يستغفر لهم صحابة ده لتستغفر لهم تردى عليهم تسأل الله يجمعك بينهم في الجنة وده المقصود يا جماعة أبعدوا من الحزبية كلها ودي نصيحتنا لكم الناس تكون على التوحيد تكون على السنة تبعد من كل الأحزاب يا أخي ما تبقى مركز عام ما تبقى إصلاح ما تبقى جمعية ما تبقى وابل صيد ما تبقى أي شيء يعني نبقى عصبجية ما تبقى عصبجية أنا مش وين بعد تنتهي تمشي البيت طوالي ما أبقى ما تبقى لكم